موسيقى 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 ات لقائت بأقل تلويث ممكن وبأقل تبذير ممكن هذه هي الجيد تلقاوا الفرصة تحروا على بريزنتاشيون نهار 10 فيوري مع سبعة مطاع العشية وبينار يكونوا حاضرين فيه أعضاء الجماعية هذا 26 رقم من المجتمع المدني شنية رقم 26 ستة وعشرين هو رقم عدد القرى الأمازيغية اللي مازالت موجودة في تونس هذا التاريخ المنسي نعرفوش نعرفو اللي في تونس عان ستة وعشرين قرية أمازيغية مازالوا العبيت ساكنين فيها ولا قاتنين فيها متفرقين على كامل تراب الجمهورية ستة وعشرين قرية هذوما نعطي الأشهر منهم اللي هي كسرة ولا زريبة العونية طوازد زميلتنا سوميا زواوي مشكورة تتخرجنا الأمازيغي حسب الخريطة للقرى هذوما مالك تراث منسي تراث منحكيوش عالي بارشا حتى في المجتمع المدني فمزوز جمعية تكاو يهتموا بالتراث الأمازيغي في تونس ما بين الحاجات زادة اللي منعرفوه مش على الأمازيغ انه فما لغة خاصة بالأمازيغ انه فما تقويم أمازيغي نحرفو السنة كان جينا نحكيوه بالأمازيغي عنا العام متاعنا الأمازيغ هو 1969 National Geographic فيه بروغرام كبير اسمه Next Generation Geno 2.0 اللي هو اللي يخليك تشوف الجينات متاع الشعب متاعك ولا الشعب المجموعة الساكنة في بلاد الشعب التونسي 88% من الجينات متاعه جمال أفريقية هما السكان الأصليين أمازيغ وعننا 2% جايين من الجزيرة العربية 4% جايين من غرب أفريقيا و6% جايين من جنوب أوروبا هذي الجينات متاعنا التونسية شني تقول الجينات متاعنا أمازيغية بالأساس رغم أنه في بلدان شقيقة كما تزاير المغرب ليبيا يقريوا اللغة الأمازيغية في تونس ما فماش اعتراف رسمي باللغة الأمازيغية 26 قرية أمازيغية في تونس لأول مرة في الحقيقة نعرفها المعلومة علي يعطيك الصحة وليس بك تمشي لهم كيف هم الخريطة امشي لهم وشوف كيفاش الناس عايشة أمازيغية وتقريبا في كل الولايات اللي تونسية حسب ما شفت الخريطة في كل تقريبا ولاية تونسية أغلبية ولاية تونسية فيها قرى أمازيغية نمشي وفاصل ويسام وناخدوا تاليفون ناخدوا تاليفون ترجمة نانسي قنقر